بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا يزال حديثنا ممتدا عن زيد بن حارثة رضي الله عنه وقد جاءه أبوه وعمه يفتديانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أخبر بمكانه وقد عرض عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل مما عرض عليه قال لهما إن اختاركما انطلقا به من خير فداء وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا فقالوا يعني سرهما ذلك وقالوا أنصفتنا وزدتنا على النصفة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فقال له أتعرف هذين فنظر إليهما وقال نعم هذا أبي وهذا عمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من قد علمت وعرفت صحبتي فإن شئت فاخترني أو اختارهما فقال زيد ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أنت مني بمنزلة الأب والعم فداهش أبوه وعمهم هذا الذي يسمعانه لا يكاداني يصدقاني ما يقرع أذنيهما فقال له ويحك تختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهلك فقال زيد نعم قد رأيت من هذا الرجل شيئا فما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخذ بيده أخذ بيد زيد وذا خرج به الحجر ونادى صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر من حضر اشهدوا أن زيدني بني يارثني وأرثه فلما رأى ذلك أبوه حارثة بن شرحيل طابت نفسه أن صار ابنه ابنا لسيد من سادات قريش وليس عبدا بين العبيد فكان زيد يدعى زيد بن محمد روى البخارية مسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت أدعوهم لآبائهم وأقصط عند الله فلهذا كان زيد بن حارثة من أوائل من أسلم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه فقد روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وأما أنت يا زيد فمولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي وروا البخارية مسلمة في صحيحهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة فطعن بعض الناس في إمارته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فلقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل ويموا الله إن كان خليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده وتوفي رضي الله عنه شهيدا في معركة مؤتة سنة ثمامين الهجرة كما سيأتي بيانه في موضعه من هذه السلسلة المباركة إن شاء الله وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين